وأخيراً قرر الصوت الأردني أدهم نابولسي أنه يطرح أول ألبوماته الغنائية إحنا عارفين أن أدهم خريج برنامج المواهب The X Factor واللي من بعضه طرح أكتر من سنجل أدهم كلمنا عن ألبومه الجديد اللي بيجهز بالوقت وعن مشاركة جمهوره لأول مرة في الألبوم وحاجات تانية كتير تعالوا نعرفها من اللقاء التالي بعد نجاح الكبير يلحقت أغنية نسخة منك عم بيستعد المطرب الأردني أدهم نابولسي لأول ألبوماته الغنائية ألبوماته الأول أغنية بدي يكون دروس ويعني مش مسموح الغلط عشرة ممكن تسعة عشرة حداش نوع يمات الشعر علي المولى والحان رانم الشافية وتوزيع عمر صباق لبناني على أغلب هالمرة رح يقدم فكرة جديدة بفاجئ فيها عشاقه من الجمهور العربي قررت اسميها شدني غمرني خلاص شدني غمرني هاي المرة رح ننزل جزء ديمة من أغنية جديدة رح تكون معنا بالألبوم رح نصورها هلا عم نحط يعني عم نخلصها لامكس وماسترينغ وإن شاء الله يعني بالنسبة لي الأغنية كتير حلوة وإن أنه هي عن جد هي لو تكون بعض نسخة منك طوالنا لحد ما رعينا أغنية مناسبة وزي ما أنت حكيت يعني اسمعنا كتير أغاني لأدرش أنه حبينا عن جد من خلاص لازم نعمل ألبوم فإن شاء الله يا رب يتقبلوها هي والولدي ما اللي رح ينزل هلا أكيد كمان كيف بخفى عليك واللي معذبني ومخوفني إنك صرت بعني كيف تتطور الغنية من فروم سكراتش يعني لا تصير غنية بهمنا أن الناس يحسوا على صفحات أدهم أو اللي بتابعوا أدهم حسوا حالهم انفولف بكل شي عم يعملوا ورح بتحن تستاني تزن لا حتى صوتي بسمع بما أنه العالم ما بتعرف البروسيجور أو الستابس لكيف نحنا بنشتغل غنية فبلشنا حنزل الغنية بدون كو بلاي يعني بدون المقطع التاني يعني حتى الكلام ناقص فحنزل مثل كيف تحضير الغنية لشوف العالم نحنا بشوم نقطع إذا نجحت إن شاء الله حيلحق كتير تجارب مثلا